دينا طلطل عمر كمية الأدوية اللي خارجة في العالم النهاردة بخصوص الكورونا غير طبيعي بصوا علشان نزلخص لا يوجد مصنع دواء في العالم لا يسعى ان هو يصنع دواء للكورونا سواء بقى عشان الربح سواء بقى علشان يغطي الطلب لا يوجد معمل وشركة أدوية كبيرة لا تعمل الآن بكل طاقتها على اكتشاف لقاح أو مصل بخلاف الأدوية المستخدمة يعني هتبصوا تلاقوا ان الريمد سفير ده رويترز النهاردة بدأ بقى تتابع الشركات اللي هتبدأ تنتجه وبريطانيا وكم جرعة وده هيكون كذا ده كان بيتاخد بالحق واخدوا بالكم ان ده كان بيتعامل على تجارب سواء العقار ده أو العقارات الأخرى أو اللقاحات كلها دخلت بقى في التجارب وبدأت كل دولة الوقتي مع تصاعد التصريحات كل دولة خارجة تتكلم سنوفي الفرنسية مع جلاكسو ثميسنكلاين جي أس كاي خارجين يتكلموا على ان هم قادرين على انتاج مليار جرعة من اللقاح فيروس كورونا سنويا جميل المهم انكم توصلوا للمعادلة بتاعة الفيروس أو اللقاح ورمدسفير بتتكلم على توفير اتنين بليون جرعة في نهاية عشرين عشرين الصين بتقول نجاح مرحلتين الصين مرحلتين من التجارب السريرية على اللقاح محتمل لفيروس كورونا الصين المعمل بتاع ووهان اللي كانوا بيتهموا طبعا المنطقة دي هي اللي خلقت فيروس كورونا بيقولوا ان هم خلصوا تجربتين متتاليتين على اعداد ضخمة جدا من الناس للقاح يعالج الكورونا وبيقولوا ايه هم بيقيسوا الاجسام المضادة بتزيد بنسبة قد ايه بعد ما المريض او الناس اللي بيحصي ايه التجارب اكتشفوا ان زيادة الاجسام المضادة داخل الدم بتاعهم او داخل الجسم بتاعهم بتكون 100% ان الاجسام المضادة ضد هذا الفيروس بتزيد بنسبة 100% بعد استخدام هذا اللقاح طبعا نعلم ان شركة العشر من رمضان للصناعات الدوية في مصر اه بدأت تقول واعلنت عن انها هتنتج الدواء المثيل لأيفيجان وانها هتقدر توفره في السوق المصرية خلال 3 اسابيع رئيس الوزراء النهاردة تحدث في كلامه ساعد ما تكلم عن الادوية وقال ما تاخدوش الادوية ما تشتروش الادوية كتير من الصيدليات وإلى آخره عايز اقول لحضراتكم توقعوا انفراجة في تواجد الادوية في السوق المحلي خلال ايام زي ما هو الراجل قال بالزبط كده ولكن ارجوك طالما انت الدواء توفر انت طالما مش مصاب بالكورونا ما انتش محتاج الدواء ده يعني ايه يعني انت ما تنزلش تجيبه علشان لو جيت لك اصابة للكورونا لان انت كده هتزود الاصابة بالكورونا وبدأ الانتاج والمصانع بتنتج فوق طاقتها بجد زي ما هو قال بالزبط كده وفي ادوية اخرى المعلن عنها في العالم هتبدأ تتوافر وحتبدأ تتوافر طبعا لمستشفيات الدولة وخدوا بالكم ان دي بيتم استخدامها تبقى للحالة اللي وصل اليها المريض لو ثبت انه مريض شركة مصرية تانية وهي ايفا فارما قالت لك لا انا بقى بشتغل مع الدواء الروسي وشغال في عندنا في اعتماد وان احنا هنبدأ نصنع دواء الجديد اعتمد على المادة الفعالة اللي عملتها روسيا وهو دواء المضاد للفيروسات واثبت نجاحه اذا نحن امام كل شركات الدواء في مصر عملت تعاقدات مع الخارج ومع جهات علمية خارجية وانتاج ادوية من الخارج علشان تبدأ تنتج لك الادوية اللي انت بتسمع عنها في الاخبار وبتشوفها في الاخبار احنا عندنا صناعة دواء في مصر قوية جدا 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 ترجمة نانسي قنقر